رجل مغامر عمل في أسواق السلع الباهظة بدءا بالذهب ومرورا بالعقارات قبل أن يتربع على واحدة من أكبر المجموعات الاستثمارية في العالم إنه لي شاوكي ثاني أغنى أثرياء هونغ كونغ فما قصته؟ ولد لي شاوكي في مقاطعة جواندونغ الصينية عام 1928 لأب يعمل في تجارة الذهب حيث عمل مع والده حتى عام 1948 حيث انتقل لهونغ كونغ كان لي أنذاك في التاسعة عشرة وكان لديه ألف دولار فقط استثمرها في الذهب وبعض أنواع التجارة لكنه في عام 1958 قرر المغامرة في سوق العقارات ليحقق أرباحا فشارك فيها بتأسيس شركة سانغ هونغ كاي العقارية عام 1963 في عام 1973 انفصل لي عن شركائه وغامر بمفرده بتأسيس شركة هندرسون لاند ديفلوبمينت تبع لي في ذلك الوقت حدثة قبل أن يدرج شركته في بورصة هونغ كونغ عام 1981 فيما كان قلة قد اقتحم هذه السوق كما استحوذ على شركة الاستثمار وينغ تاي التي أصبحت لاحقا هندرسون انفستمينت ما عزز موقعه بين أباطلة العقارات الصينيين خلال العقد التالي وسع لي مجالات استثماراته وأطلق سلسلة متاجر سيتي ستور وبدأ الاستثمار في الفنادق كما أنشأ شركة أمنية ليصبح أحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الإقليمي في عام 2006 واجه لي مشكلات قانونية مع إدارة النقد الأجنبي ولكنه تخطاها واستمر في عمله رئيسا لمجلس الإدارة حتى عام 2019 حيث تنحى لصالح ولديه مارتن وبيتر لكنه واصل العمل كمدير تنفيذي حتى عام 2022 أسهمت شركة هندرسون لاند في بناء نحو 300 وحدة سكنية في 15 مشروع إسكان انتقالي لنحو 1700 مستفيد من ذوي الدخل منخفض فيما وفر مشروع كونغ هواي في عام 2022 1998 وحدة سكنية نموذجية لنحو 40 ألف مستفيد منذ التسعينيات حافظ لي على مكانته بين أصحاب الثروات وخلال العامين 1996 و1997 صنفته مجلة فوربس رابعا على قائمة أغنى رجال العالم مع ثروة قدرت آنذاك بـ 12 مليار و700 مليون دولار فيما يحل اليوم في المركز الثاني بين أغنياء بلاده مع ثروة تقدر بنحو 26 مليار و700 مليون دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر